نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع للمجتمع دور كبير في تمكين الأخلاق وإلزام الناس بها ولهذا الدور أبعاد متعددة أهمها النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ما نناقشه في حلقتنا اليوم مع فضلة الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم فضلة الدكتور مرحبا وأهلا وسهلا ننطلق في حلقتنا هذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين نصيحة فلو توضح لنا هذا المفهوم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حقيقة النصيحة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الدين وهي خلق من أخلاق المسلمين نتيجة العلاقة التي وجعلها الله سبحانه وتعالى بين المسلمين من محبة ومن تواد ومن رحمة تقتضي أن يكون هناك بينهم نصح فالنصيحة أو ما تسمى بالنصح هو توجيه توجيه أن توجه فردا أو أن توجه مجتمعا أو جماعة على فعل خير تراهم قد تركوه أو لأن شرًا ما قد ارتكبوه فالنصيحة هي تأتي نتيجة ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات معينة فتأتي أنت من باب النصيحة وهي شعور منك بمودة وبمحبة هذا الرجل أو بمحبة هذا الشخص فتوجهه إلى فعل الخير فالنصيحة ليست يعني هنا نميز بين النصيحة وبين قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هناك من فرق كبير بينهما؟ نعم الفرق يبدو لي فرق واضح يعني النصيحة الآن عندما يرتكب شخص في قارعة الطريق جرما هكذا بشكل علاني وصارخ أمام الناس هنا ليست نصيحة بقدر ما أن يحتاج إلى يعني من إلى وازع يحتاج إلى قوة منعه لكن في الأشياء الخفيفة في العادة في الأشياء الخفيفة هكذا عندما تراه قد ارتكب ذنبا أو مخالفة أو ترك ما يتطلب منه فأنت تنصحه بطريقتك ومن هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة نعم الدين النصيحة ما هو التأصيل الشرعي لهذه الكائنة؟ لاحظ أستاذ فرهاد الدين النصيحة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كررها ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيح من باب التأكيد عليها نعم وكأن الدين اختزل هكذا كله من أجل أن يكون نصيحة وهذا شعور بالمحبة يعني أنا أنصحك من أجل مثلا أن تدرس فرعا معينا حقيقة لو لم تكن عندي محبة لك لا ما أنصحك هذا هو الأصل وخلاف النصح هو الغش ننتبه يعني المسلم إما أن ينصح وإما أن يغش والمطلوب منك أن تنصح فإن غششت فهذا ليس من أخلاق المسلمين الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته فينا أن نعتبر هذول اللي ذكرتهم هن أولويات النصح يعني نبدأ من نكتب لا هي درجات حقيقة يعني أو منافذ أو فروع النصيحة كيف ما معنى يعني نصح لكتاب الله يعني الآن نحن نقول النصح لكتاب الله أن تحض الناس على الالتزام بشرع الله الالتزام بالقرآن الكريم ننصح الناس بعودتهم إلى كتاب الله نعم بقراءة قراءة وتدبرا وتأملا وتنفيذا للأحكام بأن نفعل ما أمرنا الله من خلال القرآن بفعله لو نركز لو نركز على موضوع الفعل الناس تقرأ كثير من كتير من نسمع أن تقرأ وتدبر وتفكر قليل ما نسمع بكلمة وعمل يعني ونفذ يعني يعني طبيعة الإنسان هو يقول أكثر مما يفعل والمحكة الأساسي لتمييز الإنسان يعني الفاعل عن غيره هو الفعل نحن يعني إلى حد في الفترة الأخيرة أصبحنا قوالين يعني حتى على المستوى السياسي والشرعي دائما نقول وسنفقل وسنفعل كذا إذن الرصيد أو المميز الحقيقي هو قضية قضية الفعل وليست قضية القول إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نعم إذن الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم طبعا لله يعني أن تدعو إلى توحيد الله وأن تدعو إلى الخوف من الله وأن تدعو إلى محبة الله لكتابه كما قلنا أن تحض الناس على قراءته وتدبر وأخذ معانيه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام ونشرا لسنته بين الناس ولأئمة المسلمين وما أحوجنا إلى هذه النصيحة لأئمة المسلمين أن يقوموا بالعدل وبالإحسان وأن يقوموا بواجبهم يعني هل مر معنا في التاريخ الإسلامي أن شخص ينصح خليفة أو رئيس يعني أخي هذا الأمر يعني ليس من السهل أن يتقبل نحن عندنا يعني شروط للنصيحة يعني لا يصح لك أن تأتي أمام مثلا أمام الرئيس أمام رئيس أو أمام ملك ربما لا يقبل هذا الأمر وأمام الحاشي هكذا وتقول له أنا أنصحك بكذا أصلا هذا هو خلاف للمنهج العملي في النصيحة لأن النصيحة كما نعلم نحن هي أن يكون سرا نعم عندنا يعني نماذج يعني ننصح بها الأمراء وينصح بها العلماء وينصح بها الصغار وينصح بها الكبار والنصيحة أكثر شيئة تكون عادة عادة تكون للأمراء والسلاطين لماذا؟ لأن أمور الحل والعقد في واقع الأمر من حيث الواقع بأيديهم لكن التزلف أخي التزلف الحاصل في مجتمعاتنا اليوم وتقرب اللامبرر من قبل الناس ولا سيما أتحدث عن من يشتغل بالشرع نعم عن العلماء عن بعض طلاب العلم ممن اتسموا بالعلم هكذا وتقربوا من مفتين ومن غيرهم يعني الإفتاء اليوم يعني هو مثلا هو سياسي وليس شرعي إذن الذي يريد أن يتقرب إلى السلطاني من باب أن ينصحه فهذا أمر جيد ولكن الذي يتقرب إليه من أجل أن ينتفع منه فهذا أمر قبيع إذن للنصيحة دور كبير في الأخلاق أو بناء الأخلاق في الإسلام نعم هنا ننتقل إلى مسألة أخرى يعني نرى كثير من الناس يعني بده ينصح غيره ينصحه بأسلوب جارع قد تؤدي هذه النصيحة إلى عكس الأسر يعني هل هناك آداب واضحة للنصيحة؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود كنا سألناكم قبل الفاصل عن آداب النصيحة ولكن قبل أن ندخل إلى آداب النصيحة أنت ذكرت أن النصيحة تكون سرا طب هنا ما هو حكم المظاهرات التي كانت عبارة عن رسالة للأمير أو للحاكم أخي بالنسبة للمظاهرات في العادة هذا حق تكفله التساتير وتكفله القوانين وهو نوع من الخروج لأن الجماهير أو الناس يرون أن هذا الأمير لا ينتصح وربما ينتصح ولكنه لا ينفذ فهو خروج عفوي عن عدم إرادتهم أو عن عدم رضاهم عن تصرف الملك أو تصرف الرئيس هذا لا يتعارض مع النصيحة يعني ولا شك أنهم قد جربوا ربما يكون إرسال رسائل أو كتب بشكل سري أو كذا لكن عندما يطف الأمر على السطح هكذا هم يخرجون مع أن الخروج هو أمر تكفله نوع من الحرية الشخصية أن تعبر أنت أن تقول أنا هذا الأمر لا أريده إذن خروج مشروع مباح لا إشكال لكن نفرق بين يعني الخروج بمطالبات بمطالبات هي واقعية ظلم واقع أنت ترفضه وبين خروج هكذا يصطنع من أجل أشياء أخرى كيف؟ يعني بمعنى آخر سيدي الآن نحن مثلا عندما يرتكب الرئيس أو عندما يرتكب الرئيس أو وزرائه مخالفات والمجتمع يراها مثلا عندنا في سوريا يعني الظلم كان بادي وكان واضح وخروج الجماهير هنا بالمطالبات وبالعدالة وما إلى ذلك هذا خروج عفوي وخروج طبيعي لكن تصور لو أن هناك خروج ممكن يكون منه آخر من أجل ربما يكون السلطان أو الأمير قد يكون أخي جيد ولكن يعني ينبش هكذا أشياء من أجل الانقلاب عليه في حالة كونه صالحة مثل ما نشوف بمصر على سبيل المثال؟ لا أنا الذي أراه يعني الذي حدث في مصر تقصد نعم نعم هذا الذي حدث هو يعني هو انقلاب على حقيقة انقلاب على الشرعية على رئيس كان معترف به وحقق أصوات نعم نعم هنا عودة إلى أداب النصحة هل هناك أداب واضحة للنصح؟ أخي من أعظم هذه الأداب التي نفتقدها اليوم هي قضية السرية في النصح نعم للأسف يعني أنا اليوم عندما أرى الاستاذ فرهاد مثلا لا يصلي لا يصلي أمام الناس هكذا كلهم ربما يكون في جلسة عامة أسأل يا جماعة أو أسأل الشيخ شيخي يحصل معنا شيخي ما حكم ترك الصلاة وهو يعلم أنه هو المقصود هذا ليس نصيحة أنا هون كنت أبطل الصلاة يصري هذا السؤال أخي ليست نصيحة أنت تجره على طرف تقول له أخي يعني الصلاة من الواجبات الشرعية ولا يليق بك وينبغي أن تكون أنت قدوة لأسرتك وقدوة لأولادك ولجيرانك ولكذا السر أخي أمر السر يعني يستطيع أن ينزع ما في القلوب يعني إذا كان القلب حتى مملوء به حقد مملوء حسد عندما تنصحه أنت تستطيع أن تسحب منه كما قال الإمام الشافعي إذا جنبني النصيحة بالجماعة فإن النصح بين الناس نوعا من التوبيخ إلى أرض استماع فضيحة أخي النصيحة لا يراد بها وجه الله يعني أنا عندما أنصح آتي أنصحك أرى مثلا قضية الاحتكار عندك مخازن مملوءة يعني بالمواد الغذائية أو بسلع مهربة أسعار هكذا خيالية وكما هو موجود في الثورة الآن كثير من الصيادة إلى الآن الصيدليات على سبيل الميثان وهكذا تجد أسعار غير مضبوطة يسمونها أدوية سياحية طيب أنا من الأفضل أن آتي إلي أقول له أخي هذا العمل غير مبرر يعني أنت تبيع دواء هكذا بأضعاف مضاعفة أربح ربح معقول ربح جيد طيب في حال هذا الشخص لم يسمع مني بحسن أن أروح أكبير الموضوع أو أشهر بين الناس والمنظمات أن هذا الرجل رجل استغلالي الآن نحن عندنا درجات في قضية الإلزام نحن تبدأ بالنصيحة بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر ممكن حمل السلطان بعد ذلك ممكن الأمر عندما يطف على السطح ولا يستجيب لي أخي هناك يفترض أن تكون هناك سلطة تحمي هذه المؤسسات تحمي المستهلك من جشع هؤلاء إذن لا ننسى أنه الأمر الأول هو أن يكون سرا أن تكون النصيحة سرا هل هناك من أداب أخرى؟ أيضا من أعظم الأداب قضية الرفق الغلظة والشدة لا تنفع في هذه المواطن الإنسان جبل على حب الخير على حب الليذ على حب اللطافة يعني تصور العرابي ذاك العرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما أروع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد يعني ليس غرفة وليس مسجد هكذا وعرابي جاهل هذا الحكم وبال في المسجد وهم الصحابة أن يقعوا فيه فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه تصور لو كان هذا في زماننا لقد طعوه إربا إربا جهلا منهم ماذا قال ثم بعد ذلك بعد أن أنهى يعني أكمل بولو هذا العرابي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدل من ماء وقال صبوا عليه فماذا قال؟ قال الله بعد ذلك إن هذا المسجد مكان لا يصح فيه هذا البول هو مكان العبادة فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أخي هذا رفق نعم لو كان هذه الحادثة صارت في زماننا أعدموا لهذا الرجل أبدا يعني نحن اليوم نفضح أخي نحن اليوم عندنا غلظة حتى مفهوم الحسب ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي على المنكر هذه الموجودة في بلداننا أخي الغلظة لا تتناسب مع نعم الغلظة متى؟ الغلظة هنا عندما يكون الأمر يرتكب بشكل جهري وبشكل فاضح وبشكل علاني يعني شخص في نهار رمضان في نهار رمضان أمام الناس لا يبالي بالقيم ولا يبالي بأخلاق الناس هكذا وهو يشرب أمام الناس يعني أو يدخن أو يأكل إذن هذا يحتاج إلى ردع حقيقة يعني هل العمل قد يشجع غيره على ارتكاب هذه المعصية إذن لابد هنا من قوة تكبح جماعة هؤلاء إذن قضية الرفق هذه قضية هامة جدا هنا نحن أمام مسألة أخرى أيضا وهي أني نرى بعض الناس ينصحون بالجزئيات ينصحون بأمور فرعية قد لا يكون عليها أي خلاف على سبيل المثال يأتي إليك ويجب يقول أنت لازم تصلي هيك أو تصلي هيك أو تصلي هيك أو ما شابه وقد هذا الشخص بالأساس يكون معك بيصلي يعني فما هو الترتيب بالنسبة للسنويات أو الفرعيات أخي دائما نحن في شرعينا نبدأ بالأهام فما دونه لا ينبغي أن نبحث أو أن ننبش في فرعيات ونترك الكليات أبدا يعني شخص أنا من الأفضل أن أترك النصيحة سواء هي مسألة شرعية مختلفة فيها سواء وضع في الأعلى مثلا اليمين على اليسار وضعها فوق صدر أو تحت هي مسألة جزئية إذن من الأفضل أن أترك هذه النصيحة إذا كان يرتكب مبيقات مثلا هذا الشخص ممكن أخي كان مثلا يرفع في الأسعار موظف لا يداوم الساعة عشر حتى يأتي إلى وظيفته وأنا أتي أنصحه وأقول له ضع اليمين فوق الصدر لا أنا الأفضل أقول له أخي يعني هناك حقوق للعبادة عليك أنت موظف هكذا إذا نحضر في الساعة الثامنة نعم لدرجة أن نحن نشوف كثير من التكتلات الجهادية المتشددة بتركز على الأمور السنوية وقد تكفر الأشخاص لأنني ما بيحرق إصباطه بالتشاهد أو ما شابه حقيقة هذه مسألة أخرى أيضا أنه ممكن تحتاج إلى شرع أكثر يعني لا ينبغي أن ننصح في مسائل خلاف بفروق الشرع مسائل فقهية خلافية فقهية خلافية يجوج أخي قضية اللمس الآن قضية هذه المسائل مسح الرأس ليكون الربع هل يكون كاملا أنا عندما أرى شخصا يمسح ربع رأسي مثلا ممكن أن تقول لو أنصحك كذا لكن لا تشدد عليه لا تعتبر أن هذا الأمر منكرا فعلينا أن ننتبه إلى خلاف الفقهاء وأن نفهم هذا الخلاف نعم نشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعات نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعات موسيقى بية